بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في المعجزة الكبرى كلنا عايزين نخش الجنة تسأل الناس هتخش الجنة يقولك ان شاء الله برحمة ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله رحمته واسعة كل شيء محدش يقدر يتكلم طب انت يعني بناء على رحمة ربنا وظنك في الله هتشتغل ولمش تشتغل عملك شكله ايه عملك مفروض يوديك النار ولي وديك الجنة علاقة الكلام ده بالتكاسل والتواكل اللي موجود عند كتير من الناس قضية الشفاعة وقضية ان انت بس يعني تعمل زنوب زي ما انت عايز وتعمل مصايب لكن بس مجرد ان انت تقول سبحان الله وبحمد السبحان الله العظيم او تذكر عدد معايم من المرات يبقى خلاص انت كده بريء من كل زنوبك وكأنك ما عملتش حاجة وتقعد ما تشتغلش اعمالك كلها زفت وتقولك المتين حلوين باللسان اعمالك كلها زفت وتقولك المتين حلوين باللسان وبعد كده كلنا هنخش الجنة برحمة ربنا ربنا ارحمنا احياء وامواتا اهلا بيكم مرة تانية في المواجزة الكبرى برحب بحضرتكم مرة تانية هنتكلم عن العمل طريق للجنة وازاي وعلاقة ما ترسب فيه اذهان الامة وعند ناس كتير عبر سنين وقرون انهم كلمتين تقولهم اول ما تقول لا اله الا الله انت خلاص دخلت الجنة بغض النظر عملك شكله ايه او عملت ايه ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم كلمتين دائما بيتكرروا على السانة الناس وانا عندي اية مش عارف موقعها من اعراب عند الناس اللي بتقول هذا الكلام ايه ربنا في القرآن بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ده اللي احنا بنكرره وان عذابي هو العذاب الاليم ده اللي احنا بننساها تعالوا نتكلم عن عباعد القضية وازاي يبقى فيه طريق واضح قدام حضرتكم للجنة اراحب بضيف الكريم المهندس عدنان الرفاعي الكاتب والمفكر الاسلامي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم العمل طريق الى الجنة شعار حطناه في الحلقة النهاردة عايز اقول ملحوظة ونبدأ الكلام منها مفيش مرة في القرآن الكريم ربنا تحدث عن الايمان الا مقرورا بالعمل الذين امنوا وعملوا الصالحات فاذا اول ملحوظة ان الايمان لوحده مجاش لكن ايمان وعمل نمرة اتنين وهي الملحوظة التانية انه مش اي عمل لازم يكون عمل صالح الذين عملوا الصالحات فده يدينا احاء ودلالات شكلها ايه ونحن بنتكلم على امنيات لكل بشر ولكل انسان خلقه انا رايح الجنة رايحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى اخي علاء كل العصبيات على صعيد الاديان ام على صعيد المذاهب تدفع اصحابها الى تقزيم قيمة العمل يعني تضخيم الانه وتقزيم الاخر طب ما هو الاخر عم بيعمل عمل مشاهد اذا لا بد من تقزيم قيمة العمل لدفع الاخر في النار ولدفع الانه في الجنة هذه هي العصبيات سواء كانت على صعيد الاديان ام على صعيد المذاهب في كتاب الله تعالى العمل هو الحد الاكبر في معادلة الدخول الى الجنة وسنشرح ذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى يعني سأقرأ لك مثلا بعض الايات التي قرأناها ربما سابقا ونودوا ان تلكم الجنة ارثتموها بما كنتم تعملون بعض بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون النحل نعم وتلك الجنة التي ارثتموها بما كنتم تعملون الزخر كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الطور كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أيها كثيرة وصريحة وواضحة لكن ماذا تفعل للعصبيات التي تريد أن تضخم الآن وأن تقزم الآخر المشكلة أنه خلال التاريخ تم تغيب حقيقة وهي أن العمل لا أقول يرجح على الإيمان العمل هو زوج الإيمان للدخول إلى الجنة ولكن كون صفة الإيمان قد توجد عند أي دين آخر فتم التركيز على تغييب قيمة العمل يعني نخذ مثلا هذه الرواية في صحيح البخاري يقول عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم مروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل طيب كيف أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وأدخل الجنة بما كنتم تعملون إذن مجرد قول ولا قيمة للعمل طبعا هذا الرواية الموضوعة أنا أراها موضوعة لأنها تتناقب مع النصوص القرآنية الصريحة والواضحة يعني أنظر كيف تقزم قيمة العمل يعني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل طيب كيف على ما كان من العمل أفرض الإنسان قاتل نفس أفرض زاني أفرض أفرض جذل يعني أفرض عمل الكثير من الكبار يعني مجرد ما قال خلاص دخل للجنة طب أنا حاسس أن يعني في الأراء اللي حداك بتستعرضها في كلمة نعم تنم عن قضية هامة جدا في حياة الإنسان وهي التوبة مغيبة ما هيش موجودة نعم كله بنقادم خطاء الكل بيغلط نعم لكن هي القضية بتغلط وبتتوب وبترجع على ربنا وتغير مصارك لطريق الخير ولا بتظل على المعصية فين التوبة هنا في الموجود نعم أخي علاء هنا المشكلة في الرواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هنا تصور إنسان خرج من حياة الدنيا وسيدخل الجنة دون عمل هنا الكارثة في الموضوع طبعا التوبة هي من العمل يعني الإنسان عندما يحصل الله تعالى ثم يتوب توبة مقبولة ما هي التوبة المقبولة عبارة عن عمل وستنزل في الميزان عبارة عن عمل نحن نتحدث إنسان خرج من الدنيا ودون عمل كيف سيدخل الجنة يعني ألم يقول تعالى كبوا رمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون طيب بناء على هذه الآية الكريمة انظر إلى الرواية التالية صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطياه وإن كانت مثل زبد البحر من قال حديث مشهور جدا البخاري البخاري رقم 5926 حسب ترقيم العالمية من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطياه وإن كانت مثل زبد البحر طيب كيف حطت خطياه يعني نحن لا نريد لأحد أن يلبس علينا النصوص واضحة وصريحة والله تعالى يقول كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني كيف لهذا الرجل أن يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة ثم يفعل خطايا مثل زبد البحر أقول لك تفسير أو تأويل وتقول لي منطقي ولا لا نعم هو إنسان مؤمن ومسلم نعم ولكنه بيكعبل في الخطايا والزنوب عمل زنوب وخطايا نعم لكن مش مصر عليها فلما بيفتكر هذه الذنوب والخطايا كنوع من التوبة والرجوع إلى الله من ضمن عمليات يعني هذه الإنابة أنه بيقول سبحان الله وبحمده يعني مئة مرة كنوع من أن هو بيذكر الله عشان يغير مساره ويتوقف عن هذه الأعمال ويتوب لو قلنا كده بقى فيها عمله أخي علاء إن غير مساره فقد قام بعمل ورواية تقول حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر حطت مقابل ماذا مقابل أن يقول سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة يعني قد يقول قائل هنا يقولها عن قلب صادق لا لا النص صريح يعني النص الأول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني النص صريح يقزم قيمة العمل يعني أخذ رواية رواية الذي قتل تسعة وتسعين نفسا الرواية مشهورة يعني اسم هذه الرواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى طبعا هم مشحاطين تعالى فاعبدوا الله تعالى فاعبدوا الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فإنها أرض سوء نعم نعم فإنها أرض سوء فانطلق 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 آخر فانطلق حتى إذا نصف الطريق يعني وصل إلى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط لاحظ إنه لم يعمل خيرا قط وكم نفس قتل مئة فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى الأرض التي أراده فقبضته ملائكة الرحمة إذن رجل يقتل مئة نفس ولم يعمل خيرا قط في حياته وتأخذه في النهاية ملائكة الرحمة ما هي قيمة العمل إذن يعني إن كانت هذه الرواية مش ابتدأ تاب عايز التوبة وابتدأ يتحرك فعلا محقة الأرض هو أتجه نحو التوبة طيب جميل هو تاب عن خطايا السابقة طيب هل سيدخل الجنة بدون عمل أقول لك بقى حكا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الجنة بحاجة إلى عمل كبير مش عمل قليل مش مختلف معك لكن هقول لك تفسيره وبرضو قيمه لي لما بنكلم على علم الله الواسع بنقول أن ربنا سبحانه وتعالى علم ما كان في الماضي وعلم ما يكون في الوقت الحاضر وعلم ما سوف يكون في المستقبل والخصوصية الزائدة كمان على كل هذا وأنه علم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون الحاجة المستحيلة لما تحصلش أو اللهم ما حصلتش لأنه مثلا الرجل مات لو كانت حصلت كانت حتحصل إزاي فربنا سبحانه وتعالى جايز من رحمته أنه لقى أن هذا الرجل تاب وفعلا ساب داره وأهله وماله والبلد اللي كان فيها ارتكب فيها السيئات وابتدأ خط خطوات فعلا في اتجاه البلد اللي فيها ناس بتعبود الله فهو عايز يتوب مين اللي قضى موته؟ هو نفسه البني آدم ولا ربنا؟ الله سبحانه وتعالى فربنا من رحمته يعلم إذا كان ساب هذا الراجل وما موتوش ووصل لغاية البلد التانية الكويسة المؤمنة كان حيبقى مؤمن وحيعمل عمل صالح ولا لأ فيحسبه على هذا العلم في رأيي بيقول كده أخي علاء عندما حدد الله تعالى عمر الإنسان طبعا حدده بعلمه الكاشف سبحانه وتعالى ولكن حصيلة عمل الإنسان في حياته الدنيا بناء عليها سيدخل النار وسيدخل الجنة هكذا يقول الله تعالى في القرآن الكريم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذا الرجل قتل مئة نفس ولم يعمل خيرا قط في حياته وأدخلوه الجنة يعني هكذا رواية كم ستسيء إلى المنظومة الثقافية والفكرية التي تحكم سم تصور أبناء الأمة الله تعالى يقول أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل تتزون إلا ما كنتم تعملون وأن ليس الإنسان إلا ما سعى هذا الرجل خرج من الدنيا قاتل مئة نفس خرج من الدنيا قاتل مئة نفس ولم يعمل خيرا قط في حياته ويدخل الجنة ضع هذه الرواية في ميزان النصوص القرآنية إلى أين ستصل ستصل إلى تقزيم قيمة العمل كل هذه النصوص موجودة في كتب الصحة عشان برضو أفكر حضرتك البخاري ومسلم موجود فيها هذه العديد هذاك تشك أنها صحيحة أي إنسان يضع هذه الرواية في ميزان قوله تعالى هل تتزون إلا ما كنتم تعملون أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأن ليس الإنسان إلا ما سعى قل له هذا كلام الله تعالى وقول الله تعالى وهناك رواية تقول أن رجل قتل مئة نفس القضية أنه لم يعمل خيرا قط في حياته يعني جانب الإيجابيات لا يوجد شيء صفر والجانب السلبي قاتل مئة نفس وما تحسبش التوبة دي عمل طيب التوبة نزعت أفرض جذلا هذه التوبة قبلت ونزعت السيئات من الحسنات يؤذبنا السيئات لا يوجد حسنات عنده خالص التوبة حسنة سيدخلوا الجنة بماذا سيدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أستاذ علاء القضية هنا هذه ترسي مبادئ فكر هذه ترسي مبادئ فكر يعني نحن يجب أن لا نعرض عن كتاب الله تعالى وأن لا نطلق عقولنا من أجل مجرات رواية هذا الذي نقوله من أول البرنامج يعني هكذا رواية أول رجل أول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل طيب كيف على ما كان من العمل أفرض أنه قاتل والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره طيب كيف أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني منهم من يحاول أن يلوي دلالات هذه النصوص فيقول لا يا أخي هو من قالها عن قلب صادق طيب ومن يقولها عن قلب صادق هل يقتل وهل يزني وهل 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 يعني كالحديث الذي رأيناه في الشفاعة ادخلت شفاعتي لأهل الكبار من أمتي هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم السائرون على منهجه هل يعملون الكبار أصلا ما هو السائر على هذا المنهج أصلا لا يعمل كبار وكأن الحديث يقول من لم يعمل كبار لا شفاعة له يعني إن كنت تريد الشفاعة في عمل كبار يعني هكذا تفهم الرواية أنا يهمني ظاهر صياغة الرواية كيف يؤولها المؤولون هذا موضوع لا يهمني أنا أمامي نصوص يعني أرى وهو تأويل حضرتك بردو لا ليس تأويل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني شو عمله مش مهم طيب أفرضها الإنسان عمله قاتل ميت نفس أو قاتل أو عامل طيب كيف إن قال لا إله إلا الله أو شاهد أو إلا قرية سيقل الجنة بدون عمل هنا القضية الرصوص واضحة وصريحة وهذا الذي قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر طيب أفرض قال وعمل خطايا مثل زبد البحر يعني أولا هو ليس صادقا في قوله لأنه لو كان صادقا لما فعل هذه الخطايا التي هي مثل زبد البحر جميل طيب عندي آيات بتتكلم عن العمل نفسه نعم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورها نعم فرقان 23 أخي علاء هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورها لا يعني أن العمل يذهب من مكانه بالعكس هؤلاء الكفر هؤلاء المجرمون يتمنون أن تذهب أعمالهم لأن أعمالهم سيئة يعني هم يتمنون لو يأتي أحد ويأخذ كل أعمالهم بكليتها ويجعلها يعني القضية ليست هكذا يعني أعمالهم هذه بما هيتها لا وزن لها فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية يعني هؤلاء أعمالهم لا وزن لها فهي هباء من ثور يعني هكذا نفهم النص يعني انظر إلى قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزونه ما كنتم تعملون يعني أنتم دخلتم جهنم بعملكم فهؤلاء إن قلنا أعمالهم ستذهب بماذا سيدخلون جهنم يعني هباء من ثورة بمعنى لا وزن لها في الميزان يا أما موازين ثقيلة مليان حسنات أكثر من السيئات فأما من تقلت موازينه وعندك وأما من خفت موازينه هؤلاء أعمالهم خفيفة فهي هباء من ثور يعني لا وزن لها في ميزان الحسنات إذا لكم يدخلون جهنم أما لا نفهم أن العمل لا قيمة له هو الإنسان يدخل الجنة ويدخل النار بعمله هذه هي النواميس القرآنية طيب حاول لك الأراء اللي سمعتها وأريتها في هذا الموضوع بعض الناس يقول لك لا تهدر قيمة التوحيد يعني أمة التوحيد خصوصا شوف في الأمم السابقة شاب معتقداتها كثير من التغيير وكثير من التحريف وكثير من الحيدة عن منهج الله تدخل فيها العنصر البشري تدخلت زي ما حدك دايما بتقول روايات تاريخية عبر التاريخ عبر النقل من كتاب إلى كتاب ومن لغة إلى لغة والتراجم ويمكن دي الميزة الكبيرة اللي موجودة في القرآن الكريم نزل باللغة العربية الفصحة وعلى ناس بتتكلم عربية فصحة فما عندناش شك في أن حرف تبدل أو معنى كلمة تبدل بعكس الكتب السابقة حتى أكت في الكتب السابقة مثلا في الترجمة من السريانية أو من اليونانية إلى الإنجليزية يعني حاجات تذهب الحقيقة من خلال الترجمة وبعد كده من الترجمة من الإنجليزية إلى العربية هتلاقي فيها ألفاظ بتختلف وقد مع مرور القرون الطبعة الفلانية تختلف عن الطبعة اللي قابليها لكن القرآن الكريم لم يتعرض لهذا العنصر البشري مطلقا طيب هطلع فاصل وسأل حضرتك عن الفكر اللي بيقول أن طيب ما تعالى نتكلم على قضية التوحيد باعتبارها لا تساويها بأخطاء الأمم السابقة يعني كفى بالأمم السابقة وزر أنهم يشركوا أو يفسدوا العقيدة أو يغيروا أو يقولوا على ربنا سبحانه وتعالى أو صاف لا طليق بكماله سبحانه وتعالى وبالتالي يبقى أي معصية يقوم بها الإنسان المسلم الموحد بالله قد يغفرها إذا تاب إذا رجع إذا 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 ولكنها يعني لا تذكر أمام معاصي السابقين اللي فيها كفر وفيها شرك وفيها يعني إساءة للذات العليا ربنا سبحانه وتعالى هذا الفكر إذا حددك بتقيمه نجاوب بعد الفاصل في المواجزة الكبرى أهلا بكم مرة تانية في المواجزة الكبرى الفكرة اللي أنا طرحته قبل الفاصل بيقول بيه بعض الأراءة إنه الموحدين لهم خصوصية وكفى يعني إنك تقارن ذنوبهم مهما كانت بذنوب الكفر والشرك وبقية الناس اللي غيرت في دينها وافترت على الله وقالت يعني افترقات لا طليق بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وبالتالي يعني أي حاجة هيعملها الموحد بالله لا يمكن نسويه بالناس التانية اللي سبت الله وافترت عليه بأوصاف لا طليق فهل الفكر ده يعني في بعض المنطق عند حضرتك والله في شيء من المنطق وشيء كثير من الخلط إزاي؟ إزاي؟ أخي علام دخول الجنة قلنا يحتاج إلى إيمان زائد عمل صحيح؟ تمام صفة الإيمان ليست حكرا على دين دون آخر هذه حقيقة يعني أنا الآن في الـ 2009 لا أستطيع أن أقول المسلمون فقط فيهم المؤمنون لا صفة الإيمان قد توجد عند أي دين على وجه الأرض تقصد الإيمان بالله شف النص قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمناً تبتغون عارض الحياة الدنيا يعني إنسان ألقى إليك السلام إياك أن تصفه بأنه ليس مؤمناً ثانية واحدة في فرق بين إن أنا كإنسان كعبد من عباد الله أحط نفسي حكم على إيمان بقية الناس وأقول ده مؤمن وده كافر أنا ما قدرش أكفر حد ورين ما يراه الله سبحانه وتعالى بالزبط إلا ما يراه الله فهنعنجي القرآن الكريم ربنا هو نقفسه سبحانه وتعالى اللي بيصف بعض الأقوان بالكفر فلما يذم في قوم أو يصفهم بالكفر هذا كلام الله وكلام القرآن الكريم مش كلامنا صحيح فمسألة إنه يبقى فيه إيمان طب أقول لها داك حاجة فيه آية في القرآن الكريم بتقول الآتي وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يبقى عندك هو ربنا قال إنه هم بيؤمنوا بالله وفي نفس الوقت وهم بيؤمن بالله بيشرك مع آخرين كلمة آمن ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني اطمأنه ووجه بصيرته تجاه من يطمأنه إليه هذه كلمة آمنة معناها المجرد في اللغة مجردة يعني أنا سأقرأ لك نصين يا أيها الذين آمنوا يخاطب من الذين آمنوا مؤمنين يطلب منهم يقول آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزع رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إذن هم مؤمنون بماذا؟ لحظ النص كم هو واسع صفة الإيمان واسعة لذلك هناك فرق بين آمن وبين آمن بالله ماذا تعني آمن بالله؟ شوف آمن بالله يعني صار مطمئنا واثقا في حياته مستحضرا قيمة الله تعالى وعظمة الله تعالى في نفسه بس لازم الأول شوف الدقة لازم الأول يكون مؤمن بوجود إله يعني لو إنسان ملحد من اللي بيقولك ما فيش إله أو إحنا أبناء الطبيعة القصة مختلفة أخي على الذين احتكروا الخلاص على وجه الأرض هم فئتان وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر أو تلك أمانيهم جميل يعني كلام ده مش مزبوط مش مزبوط ونحن أعني المسلمين نحتكروا خلاص نقول والله لما هو مش مسلم خلاص على جهنم انظر ماذا يقول تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نص واضح صريح والله الكلمة أن ليس بأمانيكم تكفيان من يريد فهم العقيقة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا شو ما قال منكم أو منهم من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تركم وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة عندي إشكالية جمدة جدا تتبع معايا كده لو سمحت تتابع وتدرج الرسالات العادة التي تتكلمت عليها قبل كده في حالات المنجزة الكبرى أولا نتفقنا على كذا نقطة نظام النقطة الأولى أن كل الأنبياء والرسل من عند إله واحد مفيش حاجة اسمها إله المسلمين وإله النصارى وإله اليهود رب العالمين إله واحد خالق هذا لكون لا يمكن يكون له شريك سبحان الله وإلا اختلفوا صحيح هو دين علاقة خالق بمخلوقات هذه الحياة التانية فلا يمكن ربنا سبحانه وتعالى حغير رأيه يقول لهم مرة حلال مرة حرام لا هو جوهر الرسالات واحد إن في إله وعليك أن تطيع منهجه منهجه افعل ولا تفعل اعمل كذا وما تعملش كذا صحيح كل الرسل والأنبياء جايين بهذا منهج اللي أتبعهم صحيح لكن الملحوظة المهمة والإشكالي اللي بقول حدودتك عليها نعم إن ربنا بيبعث نبي أو رسول كل فترة نعم المفترض إن النبي سين لما ييجي نعم كان فيه قبله أنبياء ورسول مش كده نعم فيه جزء من من الناس اللي على كوكب الأرض نعم مؤمنين بالنبي ده صحيح أديك مثال نعم أتبع موسى عليه السلام نعم اللي قالوا ها لربنا إننا هدنا إليك نعم نعم آمنوا إن فيه إله نعم وصدقوا رسالة موسى نعم وقالوا إن إحنا خلاص نعم مسلمين لله نعم يعني مسلمين إن فيه إله نعم ومسلمين إن موسى رسول الله وحنسمع الكلام نعم بعد وفاة موسى عليه السلام مش كده كان فيه أنبياء ورسل نعم ولما جيه عيسى عليه السلام نعم إيه اللي حصل نعم في جزء من أتباع موسى آمن لعيسى اللي قال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يبقى أنا جاي ليكم في ناس من أتباع موسى من اللي كانوا بيقولوا آمنوا مع عيسى صحيح وفي ناس تانية كذبت وقالت لأ ده مش هو ده مش نبي وعشان كده اضطهدوا وقتلوا وصلبوا كما شبها لهم بنص القرآن طيب الناس اللي كذبت أنا مش هتكلم عنها دلوقتي أنا هتكلم عن الناس اللي أمانت الناس اللي أمانت دي مش هتاخد ثواب إنها أمانت أكيد حلو والناس اللي كذبت مش هتاخد ذنب إنها كذبت وقالت ده مش نبي ومش هنؤمن أكيد جميل جدا نفس القصة نفس القصة لما جاء طبقها على النهاردة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بعته كنبي وكرسول آخر الزمان بالشريعة الأخيرة المهيمين على كل الشرائع اتباع الرسالات السابقة مش هتكلم عن النصارى بس بالتحديد أو اليهود بس بالتحديد كل من اتبع نبيا أو رسولا من الأنبياء السابقين قبل بعتة محمد أليس بشر قومه وقالوا وقالوا لأقوامهم كل الرسل والأنبياء في نبي آخر الزمان ورسالته كذا وأخباره كذا وووو لما يجي الناس النهاردة تنقسم ناس كتيرة ما شاء الله أسلامتوا عندنا النهاردة مليار ونص مثلا مليار مسلم على وجه الأرض طيب الناس من أتباع كل الأنبياء والرسل السابقين لما كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إزاي حضرتك بتقولوا ما عليهم شوزر شوف اخي علاء هذه المقارنة ليست سليمة ليه بقى؟ لماذا؟ أنت تتحدث عن رسول بعث في وقته ومعه معجزة بيّنة بينما تتحدث الآن عن أمور اختلطت فيها الأوراق بمعنى تعريف الكفر هو أن لا تعمل بما تعلم هذا الآخر غير المسلم شوف إن علمه أنا لا أقول عريفة إن علمه يعني وقف على حقيقة الأمر أن هذا المنهج من عند الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن به فقد كفر إن علمه وقف على حقيقة الأمر أما هو يسمع في التلفاز هناك مسلمون في المكان الفلاني هذا لا يكفي لكي يتصله الحقيقة انظر إلى دقة الموضوع طيب يعني لكي يكون موضوعيين في القضية موافرنا بموضوعي أنا أسأل المسلم الآن ماذا يعرف عن البوذية؟ ربما لا شيء وأيضا البوذي لا يعرف عن الإسلام أيضا يعرف لا شيء يعني أيضا نحن يجب أن نكون موضوعيين الله سبحانه وتعالى أخلا لا تفوتوا هذه القضية قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم الإيمان يعني هذا المسلم لو ولدته أمه في الشارع الآخر لكان نصرانيا ولو ولدته في بلد آخر لكان أبوذيا يعني الكفر ألا تعمل بما تعلم لكن هذا الآخر أينما كان إن علمه بمعنى وقف على حقيقة الأمر بأن هذا القرآن هو بالفعل من عند الله سبحانه وتعالى نعم حينها يكون كافرا لكن كيف سيعلم في عصر العولمة يعني يكون كله قرية كونية وإعلامية صغيرة الخبر بيتنقل في جزء من الثانية في الفضائيات وفي الإنترنت خبر ماد عن أي حاجة يعني ثانية واحدة ألا يستفزك أنه يتقال أن في حاجة اسمها رسالة الخاتمة نعم وبعدين ثانية واحدة هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج حاجة من البشر ولا حيستفيد حاجة حشاء سبحانه وتعالى هو مش محتاجة حاجة من حد نعم أنت كباد أدم أنت اللي محتاج ما بتقرش على نفسك تبطأ من أنا صح ولا غلط لأنا ماشي عليه ده صح ولا غلط لما أعرف أن في رسالة جاية من السماء كيف سيعرف يعني أن بلاش طب خد النقطة دي كمان أنا لا أدافع هنا خد النقطة دي كمان عشان تكتمل الصورة قبل ما تدافع أتباع الرسالات المختلفة أتباع الملل والقوميات والأعراق المختلفة ألم يدخل منهم مئات بل آلاف في الإسلام هو رجل فرنساوي نعم ولقيت جاري اللي كل يوم بقول له جودمونيك أو بونجور نعم فجأة كده لقد قلت لي السلام عليكم نعم إيه دا يا عم جون أنا ربنا هداني وشرح صدري للإسلام نعم الأخ جون نعم جاري وحبيبي وصحبي اللي كنا دايما بنسلم مع بعض وبنشوف بعض وجايز كنا بنسهر مع بعض لا يستفز فضولي إن أنا أقول إيه اللي خير هذا الرجل اللي بقى رجل دا واربعين سنة على ملة معينة أو ماشي في طريق معينة أتى أمر كيف اقتنع بأنه لا إنه مش خيانة أننا أنا لم أخن معتقداتي السابقة ولكن صح أحطها وآمنت بآخر نسخة سماوية جاية من السماء ليه الناس شايفة أن الموضوع عدوات وإذا أنت خرجت من معسكر الأهلي وبقيت زمال كاوي بقيت كافر والعكس صحيح لا لماذا أقول أننا لم نخن معتقداتنا السابقة لأنه لا يوجد صراع دا هناك تكاملية فألا يستفز دخول آلاف بل ملايين النهاردة في أوروبا في كم مليون مسلم فأمريكا في كم مليون مسلم كيف أسلم هؤلاء يعني كيف أسلم هؤلاء هذا الآخر وصلوهم رسالة الإسلام ليست تصل لهم بالطريقة التي نسمعها في الفضائيات وصلت له حقيقة من حقائق الإسلام هنا هنا القصد يعني هذا الذي أسلم مهجاره كمان وصلته نفس الحقيقة ما أسلمش طيب من قياس العمل الذي تتكلم عليه واحد فتح صدره وقال لك هذا كلام منطقي فأسلم واحد رفض الهدية يستويان هناك فرق بين أن تقدم القرآن والإسلام بطريقة علمية منطقية باللغة التي يفهمها الآخر عندها تضع الحج عليه وبين أن تقول له والله أنا مسلم عليك أن تأتي إلي وأنت كافر وأنا مسلم كما نرى في الفضائيات لا أنا على فكرة أنا مش موافع على المنهة التالية يعني شوف نحن مقصرون نحن مقصرون قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والله سيسألنا الله يوم القيامة لماذا كان في الأرض أناس ليسوا مسلمين لكن علينا نحن أيضا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بمنطق وبعقل علينا أن نفجر الحقاق الكاملة في كتاب الله وأن نضعها بين أيدي الناس طب أقول لك على حقا وأنت عندما تأتي لتكتشف حقيقة قرآنية يعني مثل عجاز العددي كم هو قضية عظيمة يحاربوننا من الذي يحاربنا يحاربون من ينصبون أنفسهم ناطقين بسم الله تعالى الحرب تأتين من هؤلاء قبل الآخرين طيب كيف تريد من هؤلاء أن يقدموا الإسلام للناس يعني تريد أن تذهب إلى الدنمارك وتقول له والله إنه لحلاوة وعليه لطلاوة أم تقول له تعالي إلى هنا انظر كيف أن كلمة يوم ترد في القرآن الكريم مفردة 365 مرة انظر كيف أن كلمة شهر ترد 12 مرة انظر 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 وانت لما تيجي وتعمل هذه الحقائق من يحاربك يحاربك هؤلاء وهنا لب المشكلة نحن مقصرون كأمة مقصرة قال وإنه عن القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يريدون أن يقدموا القرآن الكريم والإسلام في الجيل الأول يعني ما بالك إذا قدمت هذه الروايات للآخرين هل سيسلمون إذا قلت لهم والله الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عمر ست سنين وكان يطوف عن نساء ما هذا اللي يقدمون للناس أين الحقائق الكاملة في النص القرآني لماذا لم تكتشف وإذا أتى رجل واكتشف شيئا منها لماذا تحاربونهم يا أخي هناك ناس تنكر أن هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم ينكرون وبتنكر أن هناك إعجاز عددي ينكرون أي شيء جديد على فكرة يعني الإعجاز العددي عندما نقول لهم كلمة يوم مفردة يوم يوما ترد 350 مرة في القرآن إما أن نكون كاذبين بالضبط 365 مرة إما أن نكون صادقين أو أن نكون كاذبين شوفوها يا أخي طيب إذا كنا صادقين لماذا تطمر هذه الحقيقة سورة نوح مكونة 250 حرفا مرسوما المعجزة العددية الأبجدية التي بفضل الله تعالى اكتشفناها يحاربوننا يريدون أن يقدموا القرآن للآخرين بهذه الروايات التي تراها والتي تخجل من قراءتها إذا من يتحمل مسؤولية ما هي هنا لب المشكلة يعني كيف تطلب من الآخر أن يدخل الإسلام وفق إسلام يقدم له بهذه الطريقة إحنا محتاجين تجديد في الفهم وفي الفقه طولا واحدا وعلى فكرة ده مش معناه زي ما بعض الناس بتفهم يا جماعة أن إحنا عايزين نجدد الدين أو أن إحنا نخترع دين جديد أو نغير في أحكام الله بالعكس في تلقينا وفهمنا لما هو موجود يعني لما نفتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمور دينها يبقى التجديد في الأمور إعادة ساهم حقيقي في التجديد الإيماني مش معناه أنه هينزل القرآن جديد أو هنغير في أحكام الله ولكن في فهم وتلقي وفقه الأمة لهذه الأحكام طيب على العموم برضو أنا لازلت بطارح هذا التساؤل أن لا يستويان طبعا لا يستويان اللي تعرض عليه الإسلام القرآن وآمن به مش زي اللي تعرض عليه الإسلام ورافض عليك أن تميز بين إثنين إنسان علم حقيقة الإسلام عالمة مش شاهد في التلفزيون يعني وقف على حقيقة الأمر وبأن هذا الكتاب هو بالفعل من عند الله هذا إن لم يتبع فقد كفر وبين إنسان لا يعرف شيئا عن الأمور هو يسمع عن الإسلام كما يسمع عن أي أمر آخر هذا عقوبته عقوبته يوم القيامة تختلف عن هذا علينا أن نقف على حقيقة الأمور يعني كان في نمازك كتير جدا شفناها وقابلناها من ناس كانت عايشة في مجتمعات غربية مثلا لسنوات طويلة تقابل مثلا بعض منهم في عمره أو في الحج نعم فطبعا على طول واضح أنه هو ما هوش عربي المنشا واضح أنه أوروبي يعني نعم فتسلم عليه وتقول له قصتك نعم فتلاقيه سبحان الله بيلومك نعم وبالتصرفاتك السيئة ويقضي عدد بقى عدم احترامكم للوقت عدم احترامكم للنظافة لفضيلة الصدر عدم فاهمكم للقرآن إزاي سبتوني ليه ضيعته من عمري وأنا ساكن في أوروبا في البلد الفلاني 30 أو 40 سنة من عمري ضيعتوها ضيعتوها وأنا مش عارف حقيقة الإسلام لما ربنا صلت واحد احتكت به سألت واتجاب لي كتب أريت اكتشفت أننا كنا ماشيين غلط وبالتالي أنت المقصرين ليس أوروبا المقصرة أخي علاء أهم جانب من جوانب هذا التقصير هو عدم الفهم الحقيقي لكتاب الله سبحانه وتعالى وتقديم الروايات كبديل عن منهج الله سبحانه وتعالى يعني مثلا خذ مثال يقول تعالى وترى كل أمة جاثية هذه هي القيامة وترى كل أمة جاثية يعني هنا المسلمون هنا النصارى هنا هنا كل أمة تدعى إلى كتابها كل واحد يحاسب على منهجه الذي كان عليه في الحياة الدنيا طيب شو القاس المشترك؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا نص قرآني هذا لم نأتي به من هنا أو من هناك علينا أن نفرق بين اثنين إنسان علم يعني وقف على حقيقة الأمر أن هذا القرآن معند الله نعم هذا إن لم يؤمن فقد كفر وإنسان لا يعرف شأنه شأن أي مسلم لا يعرف شيئا عن الديانات الأخرى علينا أن نميز أخي علاء القرآن واضح وصريح وبيّن في هذه القضية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها إلى كتابها شو القاس المشترك؟ اليوم تزون ما كنتم تعملون ثم قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يعني نحن لا نستطيع أن نحتكر الخلاص لأنفسنا ولكن نقول في المقابل العمل في هذا المنهج الخاتم الذي هو حق إن شاء الله مئة بالمئة درجة الثواب ودرجة العقاب فيه أعلى مما هي عليه في المناهج الأخرى يعني إنسان عمل خيارا في هذا المنهج ثوابه أكبر فيما لو عمله لو عمل نفس العمل في منهج آخر وإنسان عمل سوءا في هذا المنهج عقوبته أكبر مما هي عليه في المناهج الأخرى ذلك يقول تعالى وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا شوف عظمة النص وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا يعني العمل ذاته يأخذ درجات مختلفة حسب الدين الذي تنتمي إليه حسب مصداقية هذا الدين يتبقى إشكالية إن فيه تتابع رسالات ومفروض إن كل نبي بيبشر بالنبي اللي بعده فلما الأتباع النبي السابق يكذبوا بالنبي اللي بعد كده فهم كسروا السلسلة من البشرات يعني أخطر ما يمكن أن يقال في هذا الأمر إن كل الأنبياء بشروا إن فيه نبي جاي بعد كده وإن هم حاملين رسالة للتوحيد والمنهج الله في إفعل ولا تفعل وكل الأنبياء والمرسلين بشروا إن فيه نبي الخاتم نبي آخر الزمان اللي بشراته كذا وأوصفه كذا وحينزل فيه أرض كذا وصفاته كذا 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 موجودة في كل البشرات النبوية فلو إحنا يعني إدينا حق للآخرين إن هم يقولوا لا محمد مش نبي والقرآن ده مش كلام ربنا وما فيش حاجة اسمها الإسلام يبقى كأننا في نفس الوقت بنهدم بشرات ونبوية ونبوات كل الأنبياء السابقين اللي بشروا بمحمد إذن أنتم كمان بتطعنوا في كلامهم يبقى كلامهم غلط هم قالوا لكم في نبي آخر الزمان أنتم بتقولوا لا مجاش المناهج حرفة السابقة هنا لب المشكلة أيها يعني الموجود بين أيديهم الآن ليس هو ما كان أثناء الرسل عليهم السلام إذن يعني موقف الرسالات السابقة متعلق أيضا بما وصل للأتباع من كتب وأحكام بعد مرور مئات السنين بل وقرون على نزول التوراة الأصلية على موسى عليه السلام والإنجيل الذي تحدث به عيسى عليه السلام كل هذا طبعا تاريخيا تعرض لما تعرض له من تدوين بشري وبالتالي ما وصل إلى الآن قد لا يكون يعني يحمل الأنباء والبشرات الحقيقية عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم السؤال لما تروح طر هل ده بيقى في الناس من العقوبة هل مش مطلوب أن يبقى فيه مجهود لاستبيان الحقيقة هل تكذيب أي أمة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مش زنب كفاية عشان ربنا يحاسب هذه الأمم على تقصيرهم في العمل ولا لا كلام كتير وخطير لأنه كله متعلق بسلامة العقيدة وبطريقة الحساب اللي ربنا يحاسب عليها البشر يوم القيامة إن شاء الله ناخد فاصل ونكمل الكلام في المعجزة الكبرى أهلا بيكم مرة تانية في المعجزة الكبرى عايزة أرى آيات مع حضراتكم نتكلم عنها شوية لأن هذه الآيات وفاهمها جايز يشيل كتير من الحساسيات والحرج من التهمات متبادلة بالكفر وزي ما تكلمنا قبل كده إن كل أمة بتحتكر الخلاص لنفسها وكل الأمم السابقة أو اللاحقة المهم أنا صح وكل اللي حوالي غلط كل واحد بيقول كده على نفسه وكل واحد بيقول كده على الآخرين يعني على سبيل المثال في آل عمران 85 إزاي ممكن نفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الكلام اللي كان بيتقال إن أي حد مش مسلم خلاص ربنا مش هيقبل منه وهو من الخاسرين إحنا بس اللي هنخش الجنة وكل المخالفين دينا مش هنخش الآية الكريمة لا تقول بذلك على الإطلاق أخي آلاء اقرأ الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين لاحظ كلمة يبتغي في المضارع يعني أنا وأنت موجودان داخل هذه الغرفة نريد أن نترك هذه الغرفة ونذهب إلى الغرفة الثانية هذه الآية تتحدث عن المسلم المرتد حصرا وخذ الدليل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين كيف يهدوا الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات هذه الآية خاصة بالمسلم المرتد حصرا عن جرائي دين لا لا أقرأها أخر مرة اقرأ ومن يبتغي شوف يبتغي غير الإسلام دينا يعني هو مسلم ويبتغي غير ذلك يعني الصياغة واضحة تتحدث عن المسلم الذي يريد دينا آخر شوف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدوا الله قوما هذه الصفات كفروا بعد إيمانهم يعني كانوا مسلما وارتد وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات هذه الآية تحدث عن المسلم المرتد وتعميمها لتشمل كل الموجودين على وجه الأرض ليس صحيحا على الإطلاق طيب اسمع الرأي الثاني لعكس الكلام لحضرتك بتقوله على طول الخط إن شاء الله التفسير الآخر بيقول الآتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه المقصد منها تأويلنا المختلف وتفسيرنا المختلف لكلمة الإسلام نعم البعض اللي قال أن الإسلام يعني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم مش مظبوط نعم واختزلوا قيمة الإسلام نعم الرأي بيقول الآتي أن الإسلام خضوع هو في جوهر مدام إحنا بنتكلم عن اللغة نعم هو الخضوع بنتكلم عن الخضوع أو تعالى نرجعوا لجذوره اللغوية نعم سلم نعم يعني خضع خضع سلم بوجود إله نعم فهو مش ملحد ومش بيقول إحنا بننكر وجود خالق للكون نعم وسلم واستسلم للأوامر والنواهي اللي جات في منهج هذا الإله افعل كذا حاضر نعم لا تفعل كذا حاضر وفي حالة سلام مع ربه مع مجتمعه ومع نفسه هذه كلمة إسلام والدليل أن في القرآن الكريم كل الأنبياء السابقين كايين برسالة التوحيد يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره يبقى كل الأنبياء جايين بيقولوا أن في إله وواحد وحتلاقي القرآن الكريم بيحكي أن كل الأتباع لما جم يسلموا لهذا الرسول أو ذاك لموسى أو لعيسى أو نوح أو إبراهيم أو له كانوا في الآخر بيقولوا إيه واشهد بأنه مسلمون يبقى إذن الإسلام هو دين كل البشر ودين كل أتباع كل رسول لأن الرسول جاي يقول في إله وفي منهج فالناس بتقول سلمنا لله وسلمنا لمنهجه دي الآية الأولى الآية التانية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين بعض الفقهاء قالوا أن الرأي والتأويل لهذه الآية كالآتي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم هم آمنوا أولا بالنبي الفلاني لما جه وقال لهم أن في إله وآمنوا وشهدوا أن الرسول حق أن الرسول بتاعهم ده كل ما قاله حق ومن ضمن ما قاله أن في محمد صلى الله عليه وسلم نبيه آخر الزمان فقالوا آه احنا أقررنا بهذا وأقررنا بهذا الوعد وهذه البشارة الإلهية وأن لما يجي سنصدقه فهم آمنوا لما جه صلى الله عليه وسلم خصوصا أنه جه من بني إسماعيل مش من بني إسحاق كما كانت تتمني اليهود كفروا به فقالوا أن هم كانوا مؤمنين ساعة موسى ونزول الوحي على موسى لما جه الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم نبيه آخر الزمان من غير بني إسحاق كفروا به وبالتالي ربنا مش هيهديهم لأن هم كده ظلموا بعد ما كانوا مؤمنين ثم كفروا الفقهاء بتقول كده أخي على الآية لا تقول بذلك أنا أميل إلى التفسير الذي ذهبت إليه هذه الآية تتكلم عن إنسان ابتغى دينا آخر انطلاقا من كونه مسلما لاحظ مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا هو مسلم يبتغي دينا آخر فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما يعني هؤلاء الذين فعلوا ذلك كفروا بعد إيمانهم يعني كانوا مسلمين وارتدوا وشهدوا أن الرسول حق يعني محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم البينات على كل حال هذه الآية لا تؤدي إلى احتكار الخلاص لا من قريب ولا من بعيد يعني الكثيرون يستشهدون بهذه الآية يقولون شوف يا أخي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه طيب أكملوا الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات هناك آية أخرى يستشهد بها بعضهم لقد كفر الذي قالوا أن الله ثالث الثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ما قال لا يمسنهم شوف وإن لم ينتهوا عما يقولون ما قال لا يمسنهم عذاب أليم قال لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم إذن هناك كفران في الآية هذه القضية غيبت حقيقة اشرح لي هذا صلاة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة جحدوا بالحقيقة وآتت كفر بصيغة الفعل الماضي يعني عندنا هناك صيغة اسمية وهناك صيغة فعلية عندنا صيغة الفعلية الفعل الماضي والفعل المضارع آتت بالفعل الماضي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون شوف ما قال لا يمسنهم لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم إذن هؤلاء قسموا إلى قسمين قسم مارس هذا الكفر واستمر في الكفر عن علم وقسم لا يعلم شيئا الحقيقة يعني هكذا تقول الآية يعني لا نستطيع أن ننطلق من هذه الآية لتكفير الآخرين على فكرة أرجو أن لا يفهم من كلامنا نحن بندعو إلى تكفير الآخرين وأنا دائما أحب أكرر هذه الملحوظة الملحوظة الأولى يا جماعة أن القرآن الكريم كتاب ملتحم مع كل الرسالات السابقة فهو مش نازل بمعزل عن الرسالات والكتب السماوية السابقة فالقضايا هي قضايا مشتركة بين كل أبناء البشرية فما ينفعش أن نختزل كلام واحدة نتكلم عن التوحيد وعن عقيدة الإيمان وعقيدة الإسلام ما ينفعش أن نختزل ونحمن نشدعو بالناس التانية كل واحد يتكلم عن نفسه بس ونشدعو بالآخرين لأن الكل في حالة التحام والقرآن الكريم هو اللي يتكلم عن اليهود هو اللي يتكلم عن النصارى مش الهدف من استعراضنا لهذا أن نتهم الآخرين ولا ننصب أنفسنا يعني بوابين جنة ونار نقول مين هو اللي كفر ومين هو اللي آمن مين لا يخش الجنة ومين لا يخش النار ولكننا لا نستطيع أن نتجاهل آيات في كتاب الله وأحكام في القرآن الكريم دون أن نتعرض لها بالشرح والتفسير ويتبقى دائما أن فيه أراء وفيه تأويلات وفيه تفسيرات كثيرة جدا والأمر دائما مطروك لأهل العلم عشان يقول لنا القول للفصل أي هذه الأراء وأي هذه التأويلات هو الأقرب إلى الواقع والله أعلم إذن يعني كانت قضية مهمة جدا وهي العمل الطريق إلى الجنة فيه أماني ناس وأقوام كتير جدا بتتكلم على أن الخلاص محتكر ليهم الجنة محتكرة ليهم لكن أبرز قضية طلعنا بيها وفهم طلعنا بيه من حلقة النهاردة أنه محدش هيخش الجنة إلا لما يبقى عمله يستاهل دخوله الجنة رحمة ربنا موجودة آه فضل ربنا موجود آه لكن لا يمكن يتساوى اللي بيشتغله والما بيشتغلوش هل الذين يعملون والذين لا يعملون وزي القرآن نفسر هل يستاهل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلم الوحد ومش كفاية العلم والإيمان والعمل والله أعلم نشوفكم على خير ونكمل كلامنا في المعجزة الكبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته